السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وزلزال في نادي بيرامدز بعد الهزيمة من النادي الاهلي في مباراة الكأس نهاية الكأس طبعا امبرح كما بين الاهلي وبيرامدز والاهلي فاز على بيرامدز اتنين واحد ويعني بيرامدز يظل بلا بطولات منذ انشاؤه حتى الان ورغم الفلوس اللي اصرفت ورغم اللعيبة اللي اتجابت ورغم الامكانيات اللي بتتوفرهم ولكن زيروا بطولات حتى الان لنادي بيرامدز الفيفا لم يرسل خطاب باقاف كهرباح ولا يعيب الاهلي يجمعون غرامته وكلام كتير او هنتكلم فيه في الموضوع ده بازن الله والكاف يعاند الاهلي ليه الكاف بيعاند الاهلي وإيه اللي حصل وتأجيل عقوبة محمد عبد المنعم يعني اتأجلت كل ده بازن الله هنعرفه ان شاء الله في الفيديو ده بس ازدنك عايز ازدنك في حاجة بس بالله لك انت وقت تخش تفرج على الفيديو ويا رب يكون بيعجبك يا رب اذن الله انت بخلش بقع لاخوك بلايك حلو ما اللايك ده يفرق معي هناك خلي الفيديو انتشك بسرعة فمن تنساش بالله عليك اللايك اهم حاجة اللايك ومن تنساش اذا ربنا اقرض وقدرك اعمل شير طب ما تقل عليك تاني لو ينفع تعمل اشتراك لقناة اليوتيوب يبقى جزاك الله كل خير واتفعل الجرار عشان يوصل لك كل جديد وفولوا صفحة الفيسبوك والتنين اسمهم صاحب الكورة المهم يا صديق طبعا بيرامدز بعد الهزيمة من النادي الاهلي مبارح والصدمة اللي كانت يعني لمسؤولي بيرامدز ولا عيبي نادي بيرامدز واللي كانت بينة شفناها يعني لان كانت في لحظة من اللحظات الفوز قريب من بيرامدز لما جابه هدف التقدم ولكن سرعان ما احرز النادي الاهلي هدف التعادل فقال من دقيقتين عن طريق طبعا ياسر ابراهيم البطل يعني ياسر ابراهيم يا جماعة ما شاء الله من اكتر اللعيبة في مصر اللي عندهم جرنتة وحماس وعزيمة يعني انا شايف ان الجون بصراحة تحس بياسر ابراهيم مش لكهربا يعني والله ما عندش مشكلة مع كهربا بس ايه هو اجتهت فيه نط الأعلى حتة وجابها كهربا جات قدامه اللي هو لمسها خش جون فنخليه مناصفة بين ياسر ابراهيم وكهربا يعني فسيدي لقينا بقى الدين طبعا تعرفين ان ملاك نادي بيرامدز يسألوا ان هم يعني خلاص بيفكروا ان هم ينسحبوا من الاستثمارات بتاعة نادي بيرامدز ويسيبوه معرفش بقى يبعوه اخر السنة ولا ايه هنشوف القصة دي ولكن انبارح يمكن شوفنا احمد فتحي مرضيش ينزل ممر الشرفي بعد فوز النادي الايلي على بيرامدز لتعامل من النادي الايلي وراجل غادر الملعب راجل معترض اعتراض شديد جدا ان هو بيقعد احتياطي ان هو بلعبش اساسي ان هو غير مهتمد عليه وخلاص انا مش قاعد في النادي سنة مسئولي بيرامدز يجددوا معايا ما جددوش معايا وخلاص عادوا انتهى يحق ليه التوقيع لاي نادي دلوقتي ولا عفري عن 37 سنة اااا فقال لك لا يا بشا مش هنجدد معاك عايز ترحل رحل احنا كده كده عندنا مكرايت احمد توفير ارجعنا التاني وعندهم اللي هو محمد الشيبي ده مش عارف ولا اسمه ايه اااا فكده احمد فتح يا بشا اول واحد ايه شكرا مع السلام شريف اكرامي ايه عم في ايه ده منشطات مش منشطات هيتحقق معا مش هيتحقق طب انا قاعد ولا ماشي هتجددولي لا بشا بنجددش رمضان صبحي طب ايه الدنيا لا انا مش عايز اقعد في مصر طب هتروح فين يعني ما تيجي لك عاد عمل في الكويت ولا ايه هتشتغل ايه ناكا بشا قال لك لا عم انا عايز احترف بره طب هو فين يا بشا العروض اللي جات لك قال لك ياه ده انا عندي عروض كتير جدا بس تاني اللي قاعد بناء ايه الكلام ده بيتقال من ساعة ما ماشي من الاهلي قال لك ان بيرامدز بوابتو للإحتراف على السن الاهلي ما كانش بوابتو للإحتراف يعني سبحان الله يعني وعلى فكرة التلات سنين اللي قاعد فيه رمضان صبح ببيرامدز الفلوس اللي جمعها دي كان يقدر يجمع اكتر منها لو كان فضل في النادي الاهلي بمكافئة الفوز والاعلانات قول لي اعلان واحد عمل رمضان صبح من ساعة ما ماشي من الاهلي ما حصلش قول لي مكافئة فوز خدها رمضان صباح يون ساعة ما ماشي من الاهلي ما حصلش داموا عن غير الشعبية غير الجمهور غير البطلات غير التاريخ اللي بتعمله غير السيبي انت تاريخك واقف انت كرمضان صبحي تاريخك واقف السيبي بتاعك واقف هتكتب فيه ايه تكتب فيه تلات سنين بيرامدز اللهو اكبر ايه يا معلم بقى ق comme بالبطولات لا ما فيش الكلام ده احنا عندنا طموح والطموح ما بيمشيش. انا يا جماعة يعني واحد يقول لي هون زمالكاوي اللي اهلاوت. زي بتكلم على بيرامنز كده? على فكرة من ساعة ما بيرامنز يتأسس لو تفتكروا. وانا زمالكاوي وقبل ما يحصل اي حاجة. والحركة اللي عملوها ان هم رحوا جابوا لعبة النادي لاهلي ورحوا جابوا لعبة نادي الزمالك ايان كان بقى ان في لعبة مثلا من الزمالك كان باتفاق عادي وتبادل وفي الاهلي اللي هي بتحس ان هم يعني اتقدوا عنواء او او اللي هو ايه اتعمل لعبك عشان يتاقده. وانا شايف ان ده غلط. وانا ضد ده. من ساعة ما تعمل بيرامنز. وانا ضد ده. بالعكس بقى انا شايف نادي كويس جدا. انا نادي ناجح جدا. بغض النظر بقى انت تختلف وتطافك مع احمد دياب مع شوبير مع مع عسعد سامير مع جنش مع اي حد. لا انا شايف ان فيوتشر نادي ناجح. على الاقل يفتشل اخد كسر ربطة. بغض النظر عن اي حاجة. لسه منشأ ورح ما اخد كسر اخد بطولة. مش عارف حتى اخد كسر ربطة. موضوع صعب. صعب جدا. لسه كمان في عبدالله السعيد الله اعلم. يعني رجل ربنا يشفي وعفيه وشفي اي حد والله العظيم. هو بيقول له ان احتمال يكون رباط صليبه. بس ما اعتقدش ان ايه رباط صليبه. اعتقد ان ايه حاجة في الانكل وجزع في الركبة. اعتقد او كادمة في الركبة. ما اعتقدش ان ايه يوصل ضربات صليبية. اه فتخيل كده اخر الموسم بيرامدز اتباع. خلاص ما بقولش عايزينه الملاك بتوعه. احمد فتحي بقى ماشي. شريف اكرامي ماشي. رمضان صبحي بيقول ان جيله عروض اوروبية يمشي. وعبدالله السعيد خلاص يعتزل بقى الراجل خلاص يعني تسعة تلاتين ولا اربعين سنة. تقريبا تلاتين سنة شكرا. مع الاصابة دي اعتقد ما ما عرفش ربنا وفقه يعني في مستقبله. ففي الاخر خدت ايه لسام الاهلي وراح بيرامدز اخد ايه. ما خدش اي حاجة. قل لي والله العظيم خدت ايه. ما خدتش اي حاجة. ما كسبتش اي حاجة. رحت ورجعت على ما فيش. ندخل في النقطة التانية. بيقول لك ايه بقى معلم? بيقول لك ان الفيفا لم يرسل حتى الان خطاب بايقاف كهربا مرة اخرى. فالتحاد الكورة لما تسأل قال له هو انا ينفع نلعب كهربا. النهاردة 11 ابريل قال له باشا ولا اي حاجة لعبه براحتك. قال له ازاي ده المهلة. طبعا الناس سألت لك ده المهلة تقف في 12 اربعة. وخلاص يتوقف تاني قال لك ماشي ما فيش مشكلة ما عندناش اي مانا. 12 اربعة 13 اربعة. 38 اربعة اي حاجة. بس ده لما الفيفا يقوم بارسال خطاب رسمي لاتحاد الكورة يفيد بايقاف كهربا مرة اخرى. طول ما الفيفا ما بعدش خطاب رسمي بايقاف كهربا مرة اخرى كهربا يلعب براحته. حتى الان النهاردة 11 ابريل. الساعة كام? الساعة دلوقتي عندنا وانا بسجل الفيديو. تمانية او حاجة. تمانية اقول تمانية وربعة مس تمانية وطمانتشر دقيقة بالزبط. تمانية وطمانتشر دقيقة. لم يتم ارسال خطاب رسمي من الفيفا يفيد بايقاف كهربا مرة اخرى. ممكن يترسل واخنا نتكلم. ممكن بعدها تلات ساعات. ممكن بعدها بساعة. ممكن ما ترسلش خلاص دلوقتي. ولكن حتى الان اللي يقول لك كهربا ما اتوقف رسمي ما توقفش رسمي. كهربا لسه مستني خطاب من الفيفا. يتم يرسلوا الاتحاد الكورة. واتحاد الكورة بدوره. يرسلوا للنادي الاهلي اختار بايقاف كهربا حتى دفع الغرامة. هتقول لي ايه ده? هقول لك ندخل في نقطة تانية في نفس القصة دي بقى نكمل. طب غرامة ايه? قال لك ما خلاص كهربا فاضل له نصف مليون دولار ويلم الغرامة. قال لك طب ويجيبهم من ال خمسطر مليون جنيه دول تقريبا. قال لك ان رجالة ولعبت النادي الاهلي اللي تعلموا الانتماء والاخلاص في النادي الاهلي جمعوا له بقية الغرامة. الكلام ده جماعة شبه اكيد. ان خلاص يا جماعة مكافئة الفوز وبتاع جماعة الدول الكهربا رجل يكمل معانا. مش هنقعدوا تاني في البيت. مش هنقعدوا تاني من اللعب. مش هيقعد تاني في بيتهم. هيكمل وهيلعب. واحنا نشيل بعض كرجالة. كام احنا لعب كل واحد ياخد مكافئة الفوز كان مية الف جنيه مثلا. مية الف في القايمة كان. تلاتين واحد. تلاتة مليون جنيه. وكل واحد هيطلع كده يعني مبلغ لاخوه. كلها كرجال صفرة هو. اصلا جماعة محد يقول لك ايه. بيلنمولوا تبرعات. لا مش تبرعات. انت بينك وبين الناس جميل. يعني انت الوقت اللي بتفرج عليها. اكيد بينك ومن حد جميلة. هي كرجال صفرة ودايرة. جمعية ودايرة. هتدي مثلا لما يخلف. يجي له بيبي ربنا يرزقه. وتدي له لما يتجوز. لما يخطب. مش عارف مناسبة بتاعها. حلو. هو ما يردها لك. ابنك ينجح. بنتك تنجح. ابنك يتخرج. ربنا يرزقك بعيل جديد. مش عارف ايه. فمش تبرع. مش هو. مش مش. الراجل مش مش محجوز في مستشفى بنلمنه تبرعات يعني. ربنا يعافي الناس جميعا يا رب. المهم. الكافي وعند الاهلي. الكافي باشا. راح عين حكم سوداني لمباراة الاهلي والرجاء القادم. طبعا تعرفين ان في مشكلة ما بين الاهلي والهلي السوداني. وان يعني العلاقات بين الاهلي والهلال السوداني حاليا مش احسن حاجة. مع ان الاهلي كان استقبل الهلال السوداني احسن استقبل في الدنيا. وهم حتى اشادوا ده. عشان احنا مصريين جدعان. والسودانيين جدعان برضو ما هم اخواتنا في الاخر. ولكن انا بتكلم على الهلال والاهلي. مش مصر والسودان. مصر والسودان اخوات. مصر ام الدنيا. وما عندهاش مشكلة مع اي بلد عربية والافريقية كلنا اخوات يا باشا واحنا بلدنا بترحب باي حد شيروا على دماغنا ده طبعنا كمصريين تربين على كده الكرم والجدعانة والاصل لكن احنا زعلانين من اخواتنا السودانيين اللي بيشجعوا الهلال اللي لما اخواتنا الاهلوية راحوا هناك ما تمش استقبالهم احسن استقبال وما تمش معاملتهم احسن معاملة على العكس في مصر شنناهم على كفوف الراحة فيعني فلا بقى فاكرة واحدة ايه الكاف راح معين حكم حكم ايه بقى باشا حكم سوداني انا عارف ان مش شرطت عشان عين حكم سوداني ان هو مثلا حكم ان هو مثلا يبقى حكم وحش او كده لا والله ما بقولش كده ولا الراجل بتكلم فيه ربع كلمة خالص انا بقول ان ما ينفعش في وسط ما يكون الاهل والهلال متضايقين من بعض انا اروح عين حكم سوداني يخلي فيه شك يخش جوه بعض نفوس الناس ما ينفعش خالص فده لو ما قصدنا مش هتحصل لات اي حد تاني معروفة رجاء ما تجيبش حكم ولا من تونس ولا من الجزائر ولا من المغرب مصر ما تجيبش حكم ولا من سوداني عم ولا من ليبيا عشان برضه ممكن ايه جزائر والمغرب وكيقولك عم ليبيا وستان حباب مصر فمش عارف ايه طب خلاص مؤخران حصل مثلا مشكلة بين الاهل والهلال مفعش يجيب حكم من سودان لاتبقى حكم من عائلة تاني اتحكم من كينيا من غنيا من موركينة فاسو من كوتيفور فغريبة يعني يعني محكم العودة ليبيا على فكر فتأجيل عقود محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم تم يقافه ثلاث مباريات من قبل اتحاد الكرة بعد ما ضرب فخر الدين بن يوسف عن عمد بدون كرة في وشه طبعا محمد عبد المنعم محترم واعتذر لفخر الدين بن يوسف والاهلي طبعا وقع عقوب عليه من قبل بانتحاد الكرة يوقع عقوب عليه ودقاطه محترمة جدا جدا من النادي الاهلي وأدارة النادي الاهلي يابد المساعد الخفيز ولكن الناس فهموا ان محمد عمد يعني الابد في الدوري عادي ويلعب في السوبر قدام الزمالك عادي تقول لي اعمل بتول ده وما لا توقف امتى اقول لك يتوقف في نسخة الكاس القادمة محمد عمد عمد موقوف 3 مباريات في نسخة كاس بصر القادمة مش دلوقت طب من كده واهدى باشو احط البطل تبطي خصيفي. ستاشتعمل لايك شير الفيديو في كل مكان. تشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الكراش على كل جديد. وتشترك في صفحة الفيسبوك. شوفك على خير. سلام.